كنا بنرجع البيت عايزين نعمل التجربة دي كنا بنسميها تجربة ان احنا نرجع نحط بزرة الفول في القطن ونسقيها كل يوم بالمية عشان نشوفها قدامنا عاملة ازاي النهاردة احنا بنشوف ده يعني هل الاطفال بتعلموا ده هل يعني قادرين يعرفوا فوايد الزراع ايه وعارفة ان حاجة زي المورينجا دي لها فوايد كتير جدا على الاعصاب وعلى البشرة وعلى التخصيص والسكر ايه الفايدة من مورينجا وازاي نقدر نحقق الفايدة منها ونكسب منها الاول بنقول احنا بنزرع الخير والامل في اطفالنا بنزرع حب الحياة والامل بنزرع الانتماء لهذا البلد العظيم دور الزراعة هي هي مهمة جدا جدا في ان كل طفل حتى عندنا في ازرع الشجرة عاملين مبادرة الطفل الاخضر طفل اخدر صديق للبيئة طفل اخدر في سلوكه في توجهه في ان هو يتعلم ويكتسب مهارات ابداعية مهمة تليد بان ده الطفل المصري فبداية المجتمع المدني هو له دور سنيد للدولة المصرية ومش كلنا هنشتغل في حاجة واحدة مش كلنا هنقدر نسدد احتياجات اجتماعية للناس من مساعدات انسانية بتقدم للمجتمع المدني لكن احنا اخدنا خط اتفردنا به وتميزنا به هو ان احنا نعلم الناس الزراعة نعلم الناس ازاي يزرعوا نوعي الناس بقضايا البيئة وتغيرات المناخية وكل طفل او شاب او امرأة نتوجه لهم ببرامج مختلفة تتناسب مع اعمارهم ومع توجهاتهم صحيح طب قلنا حركة بتقول انك عامل مدرسة المدرسة دي بتعمل ايه بالظبط المدرسة بدون حوائط خرصانية كويس بدون اي تكلفة اونلاين يعني هي كل عفوا يعني كل خرابة كل مساحة كبيرة فيها مخلفات وردش وفيها اسف في اللفظ الزبالة تتحول تتنظف وتتعامل منطقة خضراء وسط القتلة السكنية ونعلم فيها اطفالنا مهارات ابداعية زي رسمه موسيقى وزراعة ونعلم فيها شبابنا مشروعات ريادة الاعمال وازاي يقدر يبا شاب بناجح وعنده مشروعات خضراء وندر فيها السيدات المعيلات وتمكنهم على ارض الواقع من مشروعات تدر ليهم عائد باد كبير فالمقصود بالمدرسة هي مكان بنعلم فيه الناس وبنوعي فيه على المهارات اللي احنا بنقدم طيب بتعملوا ده ازاي؟ يعني هل بتلجأوا لأهل المنطقة مثلا تقول لهم تعالوا احنا عايزين نعلمكم حاجة جديدة تقدروا ان انتوا تكسبوا منها فلوس تعالوا ساعدونا ننظف المنطقة دي ونزرعها مين اللي بيزرع المناطق دي؟ احنا عملنا تجربة رائدة في القاهرة عاصمة في منطقة حدايا القبة بالتحديد اخدنا حوالي مساحة فدان كان اكبر منطقة تجمل المخلفات والرواقد ونظفنا المكان وعملنا اول مدرسة بيئية في مصر والشرق الاوسط على مساحة الفدان اللي اربح تلاف ومتين متر بدأنا بمتطوعين خمس متطوعين انتهينا بمية وسبعين متطوعين من اهل المنطقة من اهالي المنطقة من شباب وسيدات ومتطوعين عدنا من يوم واحد تلاتة الفين وستاشر اليوم واحد ستة تلات شهور تسعين يوم تسعين يوم شننا فيها مية واربعين كونترنر مخلفات من المكان وبدأنا نعلم الاطفال مهارات اساسية اللي هو طفل مبدع طفل صديق للبيع الراس والموسيقى والزراع ومن هنا تحولت المكان الى اول مدرسة بيئية في مصر للمجتمع المدني كررت التجربة دي ولا في فضل التجربة من خلال حضراتكم من خلال الاعلام بنوجه كل السادة المحافظين ان هي دي تكون مدرسة بيئية في كل محافظة واحنا على استعداد كمجتمع مدني بالمدربين وعلى استعداد ان احنا نسافر في كل مكان نقرر التجربة في كل محافظات المصرية التجربة بدأت بمكان يتحول لمدرسة بيئية استهدفنا بيه ان احنا الطفل الاخضر صديق للبيع ومن هنا انطلقنا كمجتمع مدني ان كنا من المؤسسات اللي شاركت في كوب 27 وكنت كمشارك ومراقب تابع الـ UNFCC وقدرنا ان احنا نمثل الدولة المصرية بكل مشروعات البيئة وكل المشروعات اللي بتهدف للاستثمار في البيئة